بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقصى هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وماء للحرارة على شمال السعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب السعيد كمان الجو هيكون لطيف فأول الليل وماء للبرودة فأخر على شمال البلاد وحتى شمال السعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب السعيد كمان في شابورة مائية الصبح وقد تكون كثيفة أحيانا وده هيكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجوة النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ المياه وصباح الخير على كل استاذ المشاهدين أهلا بكيفكم أهلا بحضرتك وطمانين عن حالة التقص النهاردة وأهم الظاهر الجوية اللي ممكن نتعرض له خصوصا نكتمنتين الأيام اللي فيتت أنه فيه استقرار واعتدال في درجات الحرارة ومناسبة للوقت اللي احنا فيه ده من السنة هو طبعا على مدار اليوم هيكون فيه طبعا لسه مكملين فيه الاستقرار فيه الأحوال الجوية وخاصة خلال مطارات النهار اليوم متوقع العظم على القاهرة الكبرى تكون 27 درجة مقوية وذي تستور المعدلات الصبعية لمثل هذا الوقت المدعي أغلى من حفاظات الجمهورية هيكون فيها استقرار في الأحوال الجوية وطق معتدل خلال فترة النهار على السواحي الشمالية محافظات الوكه البحري القاهرة الكبرى يمكن كمان في بعض المناطق من محافظات شمال السراعيل طق صحر على جنوب السراعيل وجنوب سيما ده يكون فترات النهار وخاصة في فترة الظاهرة مع شدة الإشاعة الشمسي رغم أن يكون فيه صحب منخاصة المتوسطة على المدار اليوم بتاحت الجزء من أشاعة الشمس ويمكن ده هو اللي يساعد أن نحن نحس بالأجواء السريفية بشكل كبير خلال فترة النهار خلال فترات النهار مع غياب أشاعة الشمس طبعا بيكون في انخصاص قيام درجة الحرارة لكن هو ملموس أكثر ومحسوس في تعاكب المتأخر اللي هي فترات مفجر وفترة الصباح الباكر أجواء مائلني البرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة الأماكن اللي يقاليها الظاهرة بشكل كبير بمحافظات شمال السراعيل المدر الجديدة الأماكن المفتوحة كمان اليوم طبعا خلال فترة الصباح شفنا الشطورة المائية اللي كانت كثيفة في بعض الأماكن وخاصة على طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المفتوحات المائية وأدت للخطوات في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر لكن هي فصل عامة بتتلاشة مع سطوع أشاعة الشمس يعني تقريبا مع الساعة 7-8 صباحة مشابولة المائية بتبدأ في الثلاشة رؤية الأفقية بتبدأ بشكل تدريلي تحسن على أغلب الصور متوقع مع مساء اليوم نبدأ نشوف بعض التقالبات الجوية على المناطق الساحلية مثل هتبدأ على المناطق الساحلية الأول ومحافظات شمال الوجه البحري كميات الأمطار هدين هتبدأ الأول فترة على مدار اليوم مع فترة المساء كمية الأمطار هتبدأ هدين وتحول لأمطار متواصفة على بعض الأماكن الموجودة في التواحل الشمالية الغربية للبلاد كمع المسروح والعالمين والأستندرية كمان بعض الأماكن من محافظات شمال الوجه البحري بالبحيرة كفي الشيخ الدقاهية اليوم الأمطار فيها هتبدأ أمطار متوسطة ده طبعا بداية هنجل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي متوقع أننا نشوفها غدا الأحد إن شاء الله وهتكمل معنا الحد يمتى؟ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هتكون معنا يوم الحد والإثنين إن شاء الله هيكون فيها عناصر مختلفة من الظواهر الجوية أهمهم طبعا هيكون سقوط الأمطار لأن شميات الأمطار هتزد بشكل كبير وتأثر على المناطق الساحلية غدا متوقع أمطار ما بين المتوسط والغزير والرعب أحيانا ممكن يتساقط معا كمان حبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد والشمال الوجه البحري كل ما قدمت للمناطق الداخلية كانت شميات الأمطار أقل يعني القاهرة الكبيرة متوقعة غدا فيها وأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة والرعبية الأمطار كمان هتوصل لمحافظات شمال الاسبعيل هيكون تسترقش جيد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ارتفاع الأمواجة تجاوز 4 وال5 متر على البحر المتوسط سرعة الياحة تتجاوز 50 كيلو متر على الساعة انتفاضنا نحص قيم درجات الحرارة بمعدل من درجة 2 ل3 درجات فهي حالة جوية من حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية فيها كل الظواهر الجوية المختلفة خلينا بس ننوذ ان اليوم هيكون ايضا عمدنا نشاط لرياح في بعض الاماكن من القاهرة الكبرى ومحافظات الواقف البحر سواحنا الشمالية الغربية نشاط الياحة دا هيتخلينا نحسل المزيد من الانتفاض في قيم درجة الحرارة اليوم وكمان هيكون في اضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط استفاعا مواجمة بين 2 إلى 3 متر ستباح لبنقول من النهاردة خلال سطرة المساء هيكون بداية حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية هكون ان شاء الله ظروتها غدا الحد ومع يوم 28 متقبلها معنا مع يوم الثلاث ان شاء الله تقل حد في حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية لذلك احنا هنأكد على كل استقرار مواطنين مهم جدا في قصة اللي جاية اول حاجة ناخد مننا من نوعية الملابس لازم الملابس في القفطة المهار فترة ليه للملابس الخريفية نتخل تماما عن الملابس السعيشية لازم نكون معنا بداية واخن خارجين فترات ليه المتأخرة وفترة الصباح الباكر مهم جدا المتابعة اليومية للمشارات الجوية عشان نعرف في الحالة الجوية ونعرف اناك تخطوط الامطار تحديدا هتكون فين وتميات الامطار الكثيرة هتكون فين ممكن هو متوقع من المناطق التحالية تكون اكثر تأثيرا بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غين وعضو المركز الاعلامي بهاية الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقع نهاردة ونبدأها بالقاهرة للعظمة فيها 27 والصغرى 19 العاصمة الإدارية 27-18 اسكندرية 27-18 العالمين الجديدة 27-17 متروح 27-17 دميات 27-19 فورسعيد 27-20 اسماعيلية 28-17 السويس العظمة فيها 28 والصغرى 18 العريش 27-17 كاترين 23-8 طوبا 26-20 حلايب 27-23 شلاتين 31-22 شرم الشيخ 30-21 الغرداء 30-21 الفيوم العظمة فيها 27 والصغرى 16 بني سويف 27-15 الوادي الجديد 29-16 اسيوت 28-14 سهاج 28-16 قنى 30-17 لقصر 30-17 وأخيرا أسوان العظمة فيها 31 والصغرى 18 مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية لمنا ومحمد نكمل معاهم بأي فقراتنا شكرا لك يا لامي شكرا لكم